اشتركوا في القناة وعنوا الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأحواطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي أيها الإخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعظم الله وأجورنا وأجوركم بأيام شهر محرم الحرام وقرب أيام عاشوراء الأليمة وهذه الأيام التي حلت بها مصيبة ليس كمثلها مصيبة مصيبة الإمام الحسين عليه السلام الذي قتله وأصحابه وبنوه وتبي عياله وذراروه ونقلوا من بلد إلى بلد فإنا لله وإنا إليه راجعون أيها الإخوة الكرام ما زل كلامنا ومحط رحالنا عند زيارة سيدنا أبي الفضل عليه السلام التي زارها به الإمام الصادق عليه السلام وما زلنا نتنقل بين فقراتها المباركة حيث قال الإمام في الزيارة سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين حيث وصلنا إلى هذه الفقرة وهي العباد وهي فقرة العباد الصالحين وقال الإمام وعباده الصالحين من هم الصالحون الصالحون كما يعرفهم بعض المفسرين حيث وردت كلمة الصالحين في القرآن الكريم في قوله تعالى وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا أُولَئِكَ رَفِيقًا فذكر الصالحين في هذه الآية التي هي الآية التاسعة والستون من سورة النساء فعرفهم بعض المفسرين بأنهم طائفة خاصة من المؤمنين المتقين الصالحون هم طائفة خاصة من المؤمنين المتقين أي أنهم من أهل التقوى إضافة إلى الإيمان يعني إيمان وتقوى فهؤلاء هم الصالحون وفي موضع آخر العلامة الطبائي هذا الكلام في تفسير الميزان في موضع آخر عرفهم قال هم أهل اللياقة بنعم الله عز وجل فإذا جمعنا هذين القولين أي أنهم المتقون المؤمنون المتقون وهم أهل اللياقة بنعم الله التي يمكن أن ينزلها عليهم أيضا مفسر آخر عرف الصالحين بعبارة أخرى حيث قال وهم الذين بلغوا بأعمالهم الصالحة والمفيدة باتباع الأنبياء وأوامرهم إلى مراتب عالية ومقدمات رفيعة هذا في موضع وهو الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله عرفهم بهذا التعريف وأشار إليهم في موضع آخر من كتابه تفسير الأمثل حيث قال أنهم أصحاب تقوى وهم أهل العلم والوعي وهم أصحاب القدرة والقوة معنى القوة الإيمانية لعله يقصد بها هو من جانب التدبير والإتراك أصحاب همة وأصحاب دراية ربما أيضا هذا بعض الإشارات إلى أن هؤلاء هم الصالحون وهؤلاء هم أصحاب الإيمان وأصحاب التقوى وهم الذين بلغوا مراتب عالية ودرجات رفيعة بتقواهم وبإيمانهم وخضوعهم خضوعهم لله عز وجل فعرفوا بالصالحين هؤلاء الصالحون هم أيضا طائفة من الطوائف التي نقل الإمام سلام الله عليه سلامهم إلى أبي الفضل العباس قال وعباده الصالحين فالصالحون أيضا هم طائفة أخرى من الطوائف التي تسلم على سيدنا أبي الفضل عليه السلام ويقول الإمام الصادق عليه السلام هذا سلامهم سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين فالصالحون أيضا طائفة تسلم على سيدنا أبي الفضل عليه السلام خلال هذه الزيارة ومرحلة أو مراتب الزيارة فمن الأمور العظيمة أو المكرمات الجليلة التي حبي بها أبي الفضل سلام الله حبي بها أبي الفضل سلام الله عليه أن الصالحين يأتون للسلام عليه وللدعاء عنده وهو أيضا من الصالحين كما سيأتي في فقرات الزيارة السلام عليك أيها العبد الصالح لكن له مرتبة أعلى لكن له مرتبة أعلى من مراتب غيره كما أسلفنا في حلقات سابقة وأن لعمي العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة وهذه لم تحصل لغيره كما سيأتي أيضا أن له في الرواية التي عفوا قد أسلفنا ذكرها في حلقات ماضية أو في حلقة ماضية أن الله أبدله بجناحين كما لجعفر الطيار فاشترك مع جعفر الطيار بهذه الميزة لكن له منازل أخرى لا يشاركه فيها غيره فالصالحون يسلمون على سيدنا أبو الفضل العباس وهذه مزية أخرى أيضا لسيدنا العباس عليه السلام أيضا اتقل الإمام إلى فقرة أخرى وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين هنا لفظة جميع أيضا قال الشهداء والصديقين من هم الشهداء؟ الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله الشهداء الذين يموتون في سبيل الله هذا بالمعنى العام معنى القرآن الذي ذكرهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم رزقون يقتلونه لكن الروايات تسميهم شهداء شهيد هذا من جانب المعنى المتعارف لكن إذا رجعنا إلى الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وهي البيت عليهم السلام في المعنى الأوسع للشهيد مثلا الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أحدهم سأل النبي عن الشهيد قال مؤمنوا أمتي شهداء مؤمنوا أمتي شهداء إذن كل مؤمن هو شهيد أيضا رواية روايات عن أهل البيت عليهم السلام منها رواية عن الإمام الحسن عليه السلام الحسن السبت حيث يقول ما يضر الرجل من شيعتنا ما يضر الرجل من شيعتنا أي ميتة ماتة أكله سبع أو أحرق بالنار أو غرق أو صلب أو قتل هو والله صديق شهيد إذن كل مؤمن وكل إنسان يؤمن بالله وبرسوله ويتولى أهل بيته بمقدمتهم أمير المؤمنين عليه السلام وأي ميتة يموتها فهو شهيد وأيضا صديق إذن هو شهيد وصديق طبعا هذا المعنى العام وإلا الصديق مثلا له مرتبة كما النبي صلى الله عليه وآله يعرفهم الصديقون ثلاثة حبيب النجار ومؤمن آل ياسين الذي يقول فاتبعوا المرسلين وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم إذن هناك طائفة شهداء وطائفة صديقين توجد طائفتان طائفة شهداء وطائفة صديقين فهذا المعنى الخاص للشهداء والصديقين أما توسعت الدائرة من خلال الروايات فإن كل مؤمنين هو صديق شهيد فإذا جمعنا المسألتين وقال جميع الشهداء والصديقين كما في مقطع الزيارة فإن الجميع جميع أرواح الشهداء وجميع أرواح الصديقين تأتي تسلم على أبي الفضل سلام الله عليه طبعا كما ذكرنا في حلقة ماضية أن السلام يكون باستمرار أو على الأقل أنها صباحا مساء أو تغتدي وتروح على الأقل في وقتين في اليوم والليل أو في النهار والليل فسلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين كل هذه الطوائف وغيرها التي ستأتي كلها تسلم على سيدنا أبي الفضل سلام الله عليه ما هذه المنزلة وما هذه العظمة وما هذا العلو لهذا المقام الذي بلغه أبي الفضل سلام الله عليه حيث أن السلام يأتيه ليلا نهارا أو يأتيه على كل لحظة وكل آن وفي كل نفس يتنفسه الإنسان يمكن أن يكون محل سلام على سيدنا أبي الفضل سلام الله عليه وكيف لا يكون ذلك وهو ابن أمير المؤمنين وهو الذي ضحى بنفسه وفد أخاه بكل ما يملك وآثر حتى أنه استشهد سلام الله عليه كما في الخبر والرواية أنه استشهد عطشانا وكان بإمكانه أن يشرب الماء بعد أن ملك المشرع لكنه أراد أن يؤثر أخاه وأن يواسي أخاه بقتله عطشانا سلام الله عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ممن يزور أبا الفضل العباس سلام الله عليه ليل النهار ويكتبنا من الزائرين له ومن المشمولين بشفاعته يوم القيامة وشفاعة أبيه وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله بحق محمد وآله الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر